الاطار خبر بالنسبة لي غريب جدا الحقيقة مش نتعود عليه بس هقوله احمد فتحي نجم النادي الاهلي لما راح برامز ومضى جمهور الاهلي اتصدم الصدمة في انه في لعيبة في الاهلي والزمالك الجمهور بيعتبرهم عارفين انتو الامتلاك احمد فتحي من اللعيبة لجمهور الاهلي بيعتبر انه هو بيمتلكه الجمهور بيمتلك احمد فتحي من اللعيبة دي النوع ده من اللعيبة لذلك حتى احمد فتحي لما مضى في برامز اللعيب الوحيد اللي مضى في نادي تاني ومشي ومكمل هو شريف اكرامي طبعا بس اقول شريف طلب ده من النادي الاهلي قبل ما يحصل التفاوض في شهر فبراير اللي فات انما احمد فتحي تفاوض وقعد وتكلم وعمل وسلم وكل حاجة وفي الاخر قال الاهلي لأ فلو لعيب تاني جرى احمد فتحي لا يمكن الجمهور كان حيسكت او الموضوع يعدي بهذه الصورة انما الجمهور الاهلي عمل اعتبار كبير جدا للبطولات والقيمة الفنية لحمد فتحي والتاريخ وكل حاجة لما جاء حتى الدور يرجع الناس بدأت تبص وتقولك واحمد فتحي الاهلي حيسيبه كابتن ولا الاهلي هيشيل منه الشهر بقى قدال حد ما هو لسبيل عم مع الاهلي شهرين وهيمشي خلاص ما بقاش موجود في الاهلي وهيكمل بس الموسم ده الشهرين اللي بقين وهيتكل على الله يروح بيراماتس فلما في معد المتشاط الودية وشافوا لقوا لقوا احمد فتحي لابس شرط الكابتن فقال لك لا والله الاهلي اصيل وعظيم وبرضو ايه اللي هناك ثوابت بيحافظ عليه الغريب بقى النهار ده ماتش امبي والخبر اللي قدامي بيقول ايه انه اثار في معسكر الاهلي قزمة كبيرة جدا احمد فتحي مش كبيرة بمعنى يعني ضرب بقى ولأ كبيرة انها تصدر من احمد فتحي لمعرف ان قمش في التشكيل الاساسي وانه فيلر حاطت محمد هاني في التشكيل الاساسي معينه فيه ماتشات فايلر عملها كده مع احمد فتحي كان حاطت محمد هاني في التشكيل الاساسي قبل كده في الدول لكن المرة ده بقى الموضوع حساس جدا في احمد فتحي زعل والدايق ودخل قطه يعني سابل الدنيا وكان غضبان جدا 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 وحتى زميله حاول يخرجوه او يعودوا معاه طب يا عم ايه ده مفيش حاجة ودوارد ما يحد فيه انا انت عارف فايلر يا عم ده متقيل تعارفين الكلام اللي نقعد بنسجد بعض كده يعني يعني ديجي تقول له ده بقول له عدوها مدير يعني فيديجي التحديق او اللي حواليه فتقعد تقول له يا عم ده ده متقيل يا عم ده ده هو كده بس والله طيب اصله هو بيتنرفس كده بنزل على الفاضي يعني اخرج بس تعالى ونعدي كده من قدامه وبيان له انه مفيش حاجة ابدا هي قفلة مع احمد فتحي وده تصرف الحقيقة يعني اثار جدا حفيزة فايلر والحقيقة هو بيتكلم فايلر حتى مع ناس من الجهاز بتاعه عمل مقارنة كده سريعة بالفرنساوي يعني بس بيسر بيتكلم فرنساوي مقارنة سريعة بين موقف احمد فتحي وموقف شريف اكرامي يعني شريف اكرامي خرجوا حتى من التشكيل خالص مش عالدك فورغم كده شريف اكرامي خد الموضوع عادي جدا بشكل احترافي كامل واعتبر ده من حقوق المدير الفني لا احد يتدخل فيه انت حقك تعمل اللي انت عايزه زي ما انا حق ايه اعمل اللي انت عايزه فانت احمد فتحي رفضت التجديد في الاهلي ومشيت قررت كده فزي ما انت خدت الحق في اتخاذ هذا القرار فاجعل المدير الفني له حق فيه انه هو يقرر ايه هو التشكيل ومين هو احتياطي وده حقوق لازم كلنا يعني نحافظ على النمو احمد فتح لعيب كبير ولعيب محترم ولعيب له تاريخ وكل شيء مع اللي عاملو احمد فتح على مدار تاريخ وصوأ مع الاهلي او مع الاسماعيلي قبلي او مع منتخب مصر او مع الكلام ده ايش فعله ممكن يكون ده انفعال ناتج من يعني رغبة في المشاركة خصوصا ان بدأ الكلام الاخيرة كده يعني انه كان عايز يكمل عايز يعمل كنا بنتكلم على القصة بتاعت رمضان صبحي انا قدام الخبر بيقول ان الزمال خارج سباق العروض بتاع ضم رمضان صبحي وما بعدش اي عرض رسمي لكن حصل كلام معاه بعد كاس الامم بتاعت تحت 23 سنة كلموا معاه على فكرة قريب يعني كاس الامم دي كانت اخر السنة اللي فاتت لكن انه موحا ترجمة نانسي قنقر